في توكيو عشرين عشرين ومرض الكورونا وانتشار فيروس الكورونا مشكلة كبيرة بالنسبة لأولمبياد توكيو لكن اعتقد ان اليابان ما حضر نفسها كويس لكل اي طوارق تحصل رئيس التنفيذ للجنة المنظمة للدورة قال ان هو فعلا الموضوع صعب جدا اكيد قال ان الموضوع صعب جدا لكن اكيد ايضا ان احنا مستعدين واجهزين وفي نفس الوقت هتطلع ان البلد ماشى في الخط السليم وهتطلع البطولة كما هو مخطط له شيء مهم جدا ان يحصل مشاكل لكن برضو الشيء الاكبر والاقوى والاحسن ان المدير التنفيذ والرئيس التنفيذ يطلع ويتكلم ويقول احنا مخططين كل حاجة احنا جاهزين احنا مستعدين هي دي اكيد البطولة توكيو او دورة الالعاب الولمبية في توكيو عشرين عشرين هتكون دورة مختلفة جدا اكيد العالم دلوقتي تقدمه كله بيقاس في الدورات دي بيشوف حاجات كتيرة بنشوف الفتاحات عالمية عظيمة جدا نتمنى باذن الله دي يوم التوفيق لان اكيد مرض الكورونا لسه محصور داخل الصينة تمنى عدم خروجه من الصينة عشان ما يبقاش حاجة في العالم كلها او يتفشي هذا المرض لان هتبقى مشكلة كبيرة جدا في الرياضة بصفة خاصة